السلام عليكم ومرحبا بكم مع اختكم حنان ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي وعطلة سعيدة للجميع درت لكم مطلو اكس برس لعشرة دقائق بدون دلك ولا جهد يجي خفيف وراكم تشوفوا فيهم تقب من الداخل كي ما يحب الخاطر قولوا القطن نوسائي شوفوا روها روها ما تشبعوش خفيف يوالم كلش تأكلوها معاه سيختو سخون بشوز في دولتها الله الله مع الحرير والحماس تلبية الطالب اخت معنا راهي بزيف تكتب لي كي ما تعرفوا مخبوزاتي وليكم تاني انتو ما تجربو ودعو لي سرتو رهاج جاي رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا ترقبوا تاني شوفوا الفيديو راهي عبر تاني ندي لكم بسميد واحدة وايضا نسميد وفالينا مخلطين وتاني قاع طالباتكم برك ما تتقلقوش لبنتك اللي راكم تكتبو لين سيتنا وما لبيتيناش طالباتنا راهنا قاعجه يا اخوتيتي برك ما تتقلقوش نبدا بسم الله وصلات والسلام على رسول الله شوفوا عنا الفارينة الكيل اللي بغيت اي انا هاد الفارينة دارت لي زوج خبزات كبار واحدة متوسطة درت هاد البول درت بول وتقريب ان البول زاوج مشي معمر فوق النص معنتها بول زاوج فوق النص هنا اللي بغات بالبول نضيف ملعقة كبيرة خبزة نضيف ملعقة كبيرة خمارة نضيف ملقية خصوص خبزة نضيف ملعقة كبيرة خبزة او ملعقة صغيرة صغيرة سينوج و ملعقتين صغيرة سينوج و ملعقتين صغيرة حبت حلاوة سينوج لك حل هذا الخبز صفيهم بالباسوغ كاش خودوش ولا عيدان ولا ولا ونضيروا شوية مدافئ فوق الخمارة اللي درناها مع هالسكر نخلوها تدفاعل غير تشوفوا هاد قونفلت شوية نضيف ملعقتين كبيرة زيت و الماء دافئ بشرط الماء دافئ إلا درتي العجين اقل من هادي بغيت يعني التاس تغير خبزة ولا زوج خبزات صغيرة ديري ملعقة زيت فقط و نصف ملعقة خميرة الخبز إلا درتي المصد حد الكمية على الفارينة ملعقة زيت و نصف ملعقة كبيرة خميرة الخبز و ملعقة سكر نصف ملعقة سكر إلى invert فكر في ملعقة الغروك نضيف ملعقتين كبيرة غير نصف ملعقة سكر كبيرة الغño نصف ملعقة كبيرة ثانية في الفارينة نصف ملعقة كبيرة ثانية في الفارينة نصف ملعقة كبيرة ثانية في الفارينة غير تتفاعل الخمارة نديروا المدافئ ونضربوا وشوفوا التخلاط ما تدلكوا موالوا هذا خب زياركم تعرفوه ندير بكم بيه تلبيتزا العجائل الأخرى اللي راهي جاية عن طريق مشيدة غير خفيف نضربوا واحد دقيقة مين با دقيقة البنت تخبطي بيدك الماد يريد قس قس راني وريدكم المشحل الدمعة ركي تخلطي وضربي كي تشوفي العجينة تلسق كما هكا حبسي الماء خلطي وركي تضيفي في الماء كي تشوفي العجينة تلسق حبسي أختي ضربي غير بالعقل قلت لك واحد الربعين ثانية لا اكتر ضربي 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 وضربي ضربي فهو يحفوه انا عجينة تنصص حبسي ساعد المستحك لا تشوفي العجينة تنصص حبسي يعني عجينة تحبطها ما يجعلها تخمر وغير تخلطها وغير تحبطها وغير تحبطها وغير تحبطها وغير تحبطها اضيفها وقوم بسميد رطب اضيفها 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 اضع خمر هنا خمرت معايا اللي عندها هاذا الطراحة متقبة باش تهبط لك السميد ما عندكش ديري حطبة اللي عندك عادي دو كنا عطيك لاستويس تحتاجين باش تواسي السميد ما عندكش دير الحطبة ديري كارطونة دينجارة ندارت لكم في قناتي لولا كوزينت حانا خبز الباسينة والكارطون هذك سميتها بس كي وصفتي وطريقتي طريقة الكارطون تاعد دوها قاع ديري طرف كارطونة وديري كما هاكا ديري طرف كارطونة وديري كما هاكا كارطونة يكون شوية كبير قطعه كاري وخدمي به دس يفيدار كبير ما شريتيها ولا قودي تخدمي به المهم خليها تخمر عشر دقائق هذا سميتها خبز اكسبرس خبز لعشر دقائق علش لخط الخميرة هذك هي وما يبغيش الخمور بزاف هذي هي لاصيوس باش الخبز بزاف تسقصوني تقولوا لي كيفاش خبزك يجي منفخ ما تخلوشي خمر بزاف الفارينة مشي كما سميت الفارينة اذا خليتوها تخمر بزاف سايك يتحطيها يخطيها تخرجها الخميرة ويجيك مسلة عشر دقائق يقشو في ربوع ساعة اكتر متزيدي لاش خمس تحشين دقيقة متزيدي لاش راه دايحقها في الخميرة ماناش مكتر الله والفارينة اقول لكم ما تبغيش الخمور بزاف 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 غير تشوفي هدقونفلا سايك يتحطي في تاجين سخنيه من قبل اذا كنا نفاهمكم بطيتكم آس تيس تاني باش الخبز اللي ما يخرجي لها ش مدور ولا تديرها مدور بزاف ديري هاد العبسة اللي راني ندير فيها غير تحطي الخبزة قبل ما تطيب شدي سباتشولة ودوريها قا على الجيها اللي شوية معوجتلك ولا خارجة على أخطها بقا يدخلي في العجينة الداخل بالسباتشولة تجيك العجينة مدورة على الكيف الله الله يعني حيلة باش خبزك يجي مدور روعة شوفوا كيف اشدار النبابل شفتوا النبابل اللي دارهم من فوق البلايط علاش العجينة راهي شابة والطاجين تعنا راهي سخون والحيلة الزوجة ما لازمش تخلي سميت في الطاجين كي تجي رايحة تقلبي الخبزة قبل ما تطيب تمتم ولا قبل ما تقلبيها ارفضيها علاجم بكي ماشتيني درت وقال لزي فيقاح هذك السميد لرطب لزيها بكتانا ولا بابي ولا كي تجي رايحة الحريك تجريبه لو قلبتي الخبزة على ذاك السميد المحروق رايح تجي فيه ريحة الحريك يجي شغول مشوط رايحة تشواط فيه قبل ما تقلبيها ارفضي الخبزة تاعت حطيها على جهة على يدك ولا علىها كعكس على الحافة للحافة على الطاجين سخنيها من قبل واحد العشر دقائق لازم يسخن من حملة خاصة المبتدئة انا نفهم كي تشو فيه سخن مليح وتجريحة تحطي الخبزة نقصي لها شوية مشي النار ميه تاقع طاجين يشرب لكم الخبز نقصي لها غير شوية تكون شوية قاوية حطي الخبزة كي تنفخة تبقى يتضوري فيها باش طبق من الجوانب وعاودي قلبيها تاني تبقى و تدوري كي تشوف فيها من تحت من الفوق تقلعها ولزي طاجين بايتي فتاعتين و بايتي فتاعتين بايتي فتاعتين بايتي طيبها و باقي الدوري في العجينة من تحتها باش تشوطيها من الجوانب وما تنسوناش من صالح الدعاء وبرتاج لخدهكم و لايث مع السلامة في امان الله موسيقى